طهران تمتلك كميات كافية من اليورانيوم المخصب لصنع عدة قنابل نووية إذا قررت ذلك هذا ما قاله المدير العام للوكالة الدولية الطاقة الذرية رافايل جروسي بعد زيارته إلى إيران ولقاء المسؤولين فيها وفيما تواصل إيران التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية كشفت وكالة Associated Press إلى أنه بعد مغادرة جروسي إيران تحقق مفتشو الوكالة من أن إيران بدأت فعلا في تنفيذ إجراءات تحضيرية لوقف زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% في منشآتها النووية تحت الأرض وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إنتاج سلاح نووي واحد يتطلب نحو 42 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60% إذا تم تخصيبه لاحقا إلى درجة نقاء بنسبة 90% في المقابل قدمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران في الملف النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكشف تقرير سري الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تواصل تحديها للمجتمع الدولي بخصوص برنامجها النووي بعد أن رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من درجة تصنيع السلاح وذكرت أسوشيتد بريس أن إيران أصبحت بحلول نهاية أكتوبر الماضي تمتلك أكثر من 400 رطل من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% بزيادة تقدر بنحو 39 رطلا منذ تقرير الوكالة الدولية السابق في أغسطس الماضي وتثير عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تساؤلات حول كيفية تعامل إدارته مع طهران مع القلق الدولي بشأن برنامج إيران النووي ودعوات دبلوماسيين غربيين لفرض إجراءات رقابية أكثر صرامة لضمان الاتزام طهران بتعهداتها النووية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر